وده أبرز ملامح البنامج الانتخابي للسيد أحمد هاني زادا الاهتمام بمصف مرسل مطروح دعم أولاد النادي في كافة العلعب الجامعية زي ما انت قلت العمل على حال مشاكل أعضاء النادي الجامعية نومية يوميا البدء في إنشاء فرع أكتوبر خد هاني واحدة واحدة بقى بص بسم الله الرحمن الرحيم يعني ما ينفعش اتعلمنا من رموزنا في الانتخابات حاجة معينة فعش تكسب الانتخابات وتاني يوم تبقات في مكتبك فيش حاجة اسمها كده دي كانت مدرسة الله يرحمه الراحل حبيب الجامعية المستشار جلال إبراهيم الله الرحمن وسلم يقول لك أنا خلص انتخاباتي لو كسبت أنزل أعد مع الأعضاء أعد وسطيهم أكل وسطيهم أكننا أسرة واحدة وهو ده النهج اللي احنا ماشيين عليه في نادي الزمالك ما عندناش سياسة البرج العالي في نادي الزمالك أو إذا أنا أكون معايا حد بينظمني ما معيدي في نادي الزمالك أنت مدام اخترت مسؤولية أنك تبقى في خدمة أعضاء نادي الزمالك ومركز كبير لازم تبقى وسط الأعضاء بابك دايما يبقى مفتوح لأي عضو بأي مظامة مهما كانت لأنه هو ده العضو اللي بينتخبك فعش عضو يجي لك تقوله ما عليش عدي علي بكرة أو مش عارف هعمل إيه كلام ده ما ينفعش في نادي الزمالك فموصية في مرصة مطروحة أستاذ محمد زي مفتاد حلمي زمورة من معالم التاريخية نادي الزمالك اللي نحن بإذن الله برضو هيبقى فيه فرع أكتوبر هيبقى فيه استاذ علامي مصية في مرصة مطروح من معارم الأسرية أو يمكن التاريخية اللي بقى لها فوق أكتر من 25 سنة في نادي الزمالك للأعضاء عندنا حاجة في مصية في مرصة مطروح اسمها الأرعة الأرعة دي للأسف في بعض الأعوام كان فيه ناس بيتزلموا فيها مش بيتحطوا في الأرعة فبالتالي هم وبناتهم وولادهم ما بيطلعوش مصية في مرصة مطروح اللي هو رمزي اللي هو رمزي أنا كأحمد أنا ده من أهم الملفات اللي أنا عايز تطور في أحمد أنا عايز يبقى فيه عد فيه اختيار الأرعة أو اختيار الأعضاء شفافية أي لازم الناس كلها تطلع ولو على أفواج لازم أزود الأفواج بعدد ما يكونش فيه تكدس ولازم أعمل اكستنشن لمصية بمعنى اكستنشن مش اللي أنا أقبر المصيف إنشائيا نادي الأهلي عنده مصيف فيه السحر الشمالي مدينة العالمين ليه أنا كعضو ليه أنا كعضو من أعضاء الجماعية العمومية النادي السمالك نادي من 1911 كلنا بنحبه وبنشجعه ما بقاش عندي أكتر من مصيف يعني أنا عندي حاليا كأحمد وما اتفاق مع بعض المرشحين قطعة أرض كبيرة متفاقين عليها وده خبر حصر حضرتك في العين السخنة كويس العين السخنة كا أنت مرشحين ولا أنت أعضاء من الجماعية العمومية العادية بعض المرشحين بعض المرشحين يعني مش عايز أعلن عن خلاص لكن أنا كالرئيس ونائب استقريت على الأسامل اللي أنا معاها وبدعمها ويمكن ممكن نصح النائب لأنه هو بصراحة أنا شايف أنه هو عامل شغل داخل نادي أسنال أنت بتقولي صراحة بتدعم بتدعم مين في الموصف النابل هني العتال هني العتال وكان فيه صورة حتى أنا كنت حج مجد العتال مبارح يعني نادي الزمالك حج مجد العتال ده قيمة كبيرة في نادي الزمالك طبعا ويمكن الناس ما تعرفش الحكاية دي حج مجد كان بيه صوادات وجوالات في حسم الكثير من الصفقات القروية لنادي الزمالك والصفقات في ألعاب الصلاة مع المهندس هنزاد في الأيام ما كان بيتولي حج مجدي كان فيه أزمة شيكابالا أنه هو موضوع القيد لما رجع نادي الزمالك كان هو أحد أهم من الناس اللي خلصت انتقال شيكابالا في أول عصوله بعد 2010 على مال أتذك فأنا طبعا أنا كعضو جامعية عموميا بمشاجعة طبعا أنا بدعم هني العتال بكل كوة يكفي أنه هو أنا كنت لسه بتكلم مع أوريال الأمور في اليد ده دفع 2 مليون جنيه دي قيمة القيد في كورة الرياد وبعد كده برضو فيه ملابس برضو كان آه الملابس وصلت أوريال الأمور وفيه دفعات تانية دي كانت أزمة كبيرة قوي عندنا يعني عيب أن أوريال الأمور عندنا وستاذ محمد بيشتروا اللبس على حسابه تخيات؟ في نادي الزمالك؟ أول الله لا يليق لا يليق؟ طبعا بقيمة نادي الزمالك الكبيرة بقيمة نادي الزمالك أعضاء نادي الزمالك اللي هم مع النادي الأهلي والصيد صفو كابتن عبدالسان ميدو برضو كابتن عبدالسان ميدو كان تكفل برضو بملابس ناشئين قبل كده الكابتن ميدو أنا بحليه على كل اللي هو عامله في نادي الزمالك كابتن ميدو ده المحب من غير أي حاجة يعني مالوش أي دور يعني الراجل محبه فقط طبعا ديك على حاجة يمكن كابتن ميدو لما جي مدير فني في أول فترة رجليه مع نادي الزمالك 2013 مع المجلس المعينة اللي كان باش مهندس هاني زاد فيه والدكتور كامال درويش كان أصغر مدير فني في طريق النادي ما أخدش جنيه من نادي الزمالك كانتش بياخد مراته وكسب كاس مصر لو تفتكر عارف ما كانتش بياخد مراته كسب كاس مصر بمجهوده وكان حتى كان الفريق جاي ببدل كان في تقريعة جديدة كده زي ريال ماريدو برسلونا كان جاي ببدل لذعيبة على حسابه ميدو مش عشان أنا هنا في القناة يعني حقيقة أخوية كبير هو لا ميدو ده يعني كان مشاره في مصر ومزر مشاره في مصر يعني لما كنت بابه في أوروبا لانا كنت عيش برا عارفين ميدو لأك كمان هو كمان على الأرض الواقع معنادي الزمالك محب بروح مباراة بتاع النشيئين وبروح معسكرات في اسماعيلية لا يعني هو دعم دعم لما حدود محب المحب مصطفى فاتحي مين تضعه واشهره كان ميدو يوسف وباما لا مرموش فودي دجلة مرموش ميدو عنيه في النشيئين كسكاوتيك لا الله أكبر عليه وربنا يحميره ولاده لأن ما شاء الله عنده ثلاث ولاد بزد شيكبالة ده التاريخ كبير نجم كبير طبعا اللي يشجع أنادي الزمالك هزم يعش أشيك شيكبالة ققائد جوا ملعب كانوا مفتقدين بعد حازم إمام حسين إبراهيم أنا بختلف مع ناس كتير أنا بعش حسين إبراهيم ما أدرش أكره حسين إبراهيم حسين شيكبالة جوا الملعب بيفكرني بيهم بأنه عنده جرينتا كده روح جوا الملعب بيعرف يشد بيها اللعيبة وأتمنى أن شيكب بإذن الله سنادي ناخد الكونفدرالية على إيده بإذن الله مع الدوري وكاس بإذن الله تعالى رأيك في فكرة القائمة الموحدة وكيفية تتأقلم معها في حد خارج يعني ترى إن شاء الله رابعنا يكتب لك النصيب وكنت موجود مع القائمة الموحدة طب ما فيك قواهم تانية قولي ليه يعني الترمينوديجي أو الديفنيشن بتاع قائمة هم موحدين ضد مين موحدة ضد مين لا يعني هم قريبين من بعض عاملين نسويتش مع بعض قريبة يبقى إسم تاني يوطلق عليها غير موحدة أنا معرفش دي ترجع ليهم لكن إحنا كده أخفلنا أسامة كبيرة قوي في الانتخابات صح يعني أنتوا قائمة موحدة ضد مصطفى عبدالخالق مروة أمير الرفاعي لا دي الأسامة كبيرة برضو خليها هيني العتال آآ خالد لطيف طبعا ابن من أبناء نادي الزمالك شيئنا أماما بينا طبعا طبعا فاروق جعفر ده فاروق جعفر كبير طبعا يعني محد ده جماعة فاروق جعفر وحسن شعياتهم نادي الزمالك مش عايز أنسى حد الحسيني ثامير قائد الكورت السلة سلة طبعا أحرز أكتر من سبع بطولات مع نادي الزمالك سيم توري تاريخ من تاريخ نادي الزمالك فمحدد الضميني أستاذ محمد إحنا عايزين يبقى فيه تنافس شريف مش عايزين نطلق بعض التصريح أو المعاني اللي تتفهم غلط عند الأعضاء ده أنا كمان كمرشح من حق أن أنا أبرز اسمي أنا برضو متربي جوة نادي الزمالك ما ينفعش أن أنت لا والمهندس هنزادة تاريخ وإسم كبير وعطاء لما حدود فنان زمالك أنا كنت مع الكابتن هشام نصر شفته على السباحة النهاردة سلمت عليه كابتن هشام نصر يعني حدش يقدر يخفل بس دي روح حلوة باينة أو يا أحمد لا كابتن هشام نصر ده أخونا كبير يعني الروح دي باينة قوي حتى لو أنت مش معاه في القايمة بتروح وتتكلم معاه وتسلم معاه وتسلم على بعض وكل ده في صلحة الزمالك بص أنا قلت لك أنا أرى بداعمل على التالك هشام نصر ما فيش عد يقدر يخفل أنه هو قام زمالكوية كبيرة الراجل ده كان بيحارب لنادي الزمالك وهو يكفي أنه هو تظلم بسبب نادي الزمالك